مرحبا بكم أعزائي الأطفال في مادة الاستماع والتحدث عنوان حكايتنا اليوم هو حكاية شادي والعصفور أنصسوا معي جيدا إلى هذه الحكاية شادي والعصفور في يوم من أيام الربيع كان الجو معتدلا والشمس مشرقة والسماء صافية قام شادي بنزهة في بستان قريب من بيته وبينما هو يتجول بين الأزهار والأعشاب سمع صوتا يناديه ويقول يا شادي تعال إلي وساعدني اقترب شادي من مكان الصوت فشاهد عصفورا يرتجف من الخوف حمله بين يديه وقال ما بك؟ ما بك أيها العصفور؟ ماذا تريد مني؟ لماذا لا تطير؟ قال العصفور جناحي مجروح يا شادي لا أستطيع أن أطير بجناح واحد خذني معك إلى بيتك وداوي جرحي أخذ شادي العصفور إلى البيت نظف جرحه وضع عليه دواء ولف الجناح بضماد أبيض أحضر قفصا ووضع العصفور فيه وسماه كوكو بقي كوكو أسبوعا في القفص وشادي يعتني به يقدم له الحبوب ليأكل والماء ليشرب حتى شفي الجرح وصار يحرك جناحي فقال لشادي لقد صرت قادرا على الطيران وأحب أن أحلق في الفضاء فتح شادي باب القفص وقال لصديقه كوكو اذهب يا كوكو وساعد غيرك كما ساعدتك ودع كوكو شادي وقال له ما ألطفك يا صديقي ثم رفرف بجناحيه مسرورا وطار فوق الحقول والبساتين والأنهار والأودية وشاهد رفاقه العصافير تغرد على الأششار وترفرف في الفضاء انخفض كوكو قليلا نحو الأرض فشاهد سلحفات مقلوبة على ظهرها وهي على وشك السقوط في الهاوية اقترب منها فوجدها تحرك قوائمها في الجو حاول أن يوقفها على قوائمها فلم يقدر ارتفع في الجو ونادى رفاقه العصافير وطلب منها أن تهبط معه إلى الأرض تعاون الجميع وقلبوا السلحفات فأخذت تمشي وقالت للعصافير شكرا يا أصدقائي لن أنسى أبدا هذه المساعدة التي قدمتموها لي انتهت حكايتنا هل أعجبتكم يا أطفال؟ والآن سنتعرف على الشخصيات يا ترى ما هي الشخصيات الموجودة في هذه الحكاية؟ الشخصيات هي شادي العصفور كوكو السلحفات والعصافير رفاق كوكو المكان ما هو المكان الذي وقعت فيه هذه الحكاية؟ المكان هو البيت والبستان والزمان الزمان هو في يوم من أيام الربيع إذن أعيد الشخصيات لدينا شادي العصفور كوكو السلحفات العصافير رفاق كوكو أما المكان فهو البيت البستان والزمان هو في يوم من أيام الربيع إلى اللقاء